في نظام الماك بإمكانك إعادة تسمية عدة ملفات دفعة واحدة في البداية يجب عليك اختيار الملفات اللي انت حاب تغير اسمها على سبيل المثال هنا اخترت كل الملفات واختار rename three items فالآن بإمكاني استبدال كلمة مكان كلمة على سبيل المثال هنا باستبدال كلمة test بكلمة file فالآن مجرد أني أضغط على rename فراح يتم استبدال أسامي الملفات بالكلمة اللي أنا اخترتها وبإمكاني أيضا إضافة كلمة قبل التسمية أو بعد التسمية فعلى سبيل المثال هنا بضيف كلمة very important فالآن بمجرد كتابتها وأختار بعدين قبل التسمية أو بعدها وضغط على rename فراح تتغير أسامي كل الملفات دفعة واحدة وبإمكاني عمل عمليات أعقد فالآن واخترت rename three items واخترت format فراح أقدر أغير الأسامي بالشكل اللي أنا أبغى أتمنى الفيديو أعجبكم يعطيكم العافية ونشوفكم مع فيديو قادم